اهلا ومرحبا بكم لن تحتاج اسرائيل الى شن الحروب ما دامت قادرة على تنفيذ الاغتيالات بحق قادة المقاومة وتطبيع العلاقات مع قادة المنطقة ليس من قبيل الصدفة ان يضع احد مسؤولي الموساد تكتيكي الاغتيال والتطبيع في الميزان عينه ويربطهما ببقاء الكيان الاسرائيلي وليس من قبيل الصدفة ايضا ان يشهد عالمنا العربي الذي مزقته ثورات ودمرته حروب تسارعا في هرولة عددا من قادته نحوة الابيب وليس من قبيل الصدفة ايضا ان نرى طائرة اماراتية تحط في مطار بنغورين ووفدا رياضيا واخرا اقتصاديا واخرا ثقافيا ورابعا سياحيا يصل حاملا جوازات اسرائيلية الى غير عاصمة عربية وليس من قبيل الصدفة ان يخرج وزير تونسي ويطالب بمنح اسرائيليين الجنسية التونسية متحديا بذلك رئيس البلاد المنتخب حديثا والذي يرى في التطبيع جريمة لا صدفة مع اخر نظام افارتهايد في العالم يحاول تجيذ شبابنا والمس بوعيهم تحت ما يسمى ثقافة السلام ولعل تسارع هذه الاحداث ليس الا ترجمة للقاءات وصفقات ومخططات رسمت تحت الطاولة على مدى العقود المنصارمة وربما خرجت اليوم الى العلن تحت مسمى صفقة القرن والآتي سيكون اعظم عصر التطبيع وخيانة الشعوب عنوان ندوة الاسبوع طبط بالخير اوقاتكم مشاهدين الكرام يسرني ان استضيف في ندوة الاسبوع من تونس النائف البرلمان التونسي خالد الكريشي وهو من حركة الشعب واول من طالب بإقالة وزير السياحة التونسي روني ترابلسي الاستاذ بيار ابي صعب هو معنا الآن في الستوديو وهو نائب رئيس صحيفة الاخبار اللبنانية ومن لندن معنا ايضا البروفيسور كامل حواش وهو باحث في الشؤون السياسية ونائب رئيس حملة التضامن مع الفلسطينيين بي اس سي نبدأ معك سيد الكريشي اهلا ومرحبا بك عبر شاشة الميادين انت من اول الاشخاص الذين طالبوا بإقالة لترابلسي اسمح لي ان انقل لك ما قاله الوزير ترابلسي يوم امس بالتحديد يوم الخميس عندما قال ان منح اليهود التونسيين المقيمين في اسرائيل او في فرنسا او في بي اي بلد اخر جوازات سفر تونسية لزيارة الغريبة لا يعتبر تطبيعا وكفى متاجرة بموضوع التطبيع لماذا اذا تطالبون بإقالة وزير وهو يقول ان ما يقوم به ليس تطبيعا شكرا على الدعوة اولا سيد وزير السياحة لم يدلي بهذا التصريح فقط البارحة بل ادلة بعدة تصريحات اخرى تبرز تخبطه وتنقضه في عديد بناء المواقف في تصريح مباثل قال بان تصريحه الذي وكالة الانباء الألمانية قد حرفه واخرج من سياقه وفي تصريح اخر لقناة التلفازية التونسية اعتذر عن تلك التصريحات هل يعتذر سيد الوزير عن تصريحات اخرجت من سياقه هذا التخبط في التصريحات دليل على ان ذلك التصريح هو صحيح وقد طالب بمنح الجنسية التونسية لكل من هاجر من تونس نحو الكيان الصيوني او اي بلد اخر طوعا او حتى غصبا حسب تعبيره وبالتالي لا تمنح جواز الصفر الا لمن له الجنسية التونسية حسب القانون التونسي وتود دليل على ان قد اخطأ في ذلك انه سبق لنواب حركة الشعب سابقا في البرلمان لما تحصلت حكومة يوسف الشهد على منح الثقة من البرلمان وكان روني الترابلسي ضمن هذه الحكومة اثاروا هؤلاء النواب تشكيكهم وامكانية حمل السيد روني الترابلسي للجنسية الكيان الصيوني ووجه له سؤال مباشر هل انت تحمل جنسية دولة الكيان الصيوني لم يجب عن ذلك السؤال وهذا يعني لما نعت انه فعلا السيد له شكوك حول حمله للجنسية الكيان الصيوني اضافة الى تخبطه وتودعوته الى التطبيق العلني هو اثار مسألة حج الغريبة نحن معها هذا الحج وهناك اجراءات استثنائية خاصة معمول بها منذ السنوات في تنظيم هذه الرحلات بان من يدخل لحج الغريبة وحتى فيه استفزاز لمشاعر التونسيين لان من يحجون الى الغريبة يحملون معهم علم الكيان الصيوني ويتجولون داخل معبد الغريبة وهذا شكل من اشكال التطبيع تحت غطاء السياحة هناك انواع من التطبيع التطبيع الثقافي تطبيع الاكاديمي تطبيع الرياضي تطبيع التجاري وهذا التطبيع الديني والمرتبط بالتطبيع السياحي تحت غطاء السفرات السياحية يدخلون ويخرجون وسنتناول فيما بعد مخاطر هذا التصرم الصيوني لتونس وخاصة في علاقة بالجانب الامني ودور هؤلاء لان تونس تقريبا الدولة المغاربية الوحيدة التي كانت ضحية للاجرام العسابات الصيونية بدءا من العدوان على حمام الشط في اكتوبر 85 ثم اغتيال الشهيدين ابو جهاد وابوياد وصولا الى اغتيال الشهيد محمد أزواري منذ سنتين هذه يعني نعم دعم سعدت النار اصبحت عادية وهذا ربما ما جعلنا نطالب بإقالته لان تحول التطبيع من تطبيع شبأة رسمي وداخل مكونات المجتمع المدني وخلصة الآن تسرب التطبيع إلى سدة الحكم تسرب إلى سدة الحكم وأصبح تطبيعا رسميا وهذا لن نرضى به وطلبنا السيد رئيس حكومة تسريف العمال بضرورة إقالة هذا الوزير المطبع وذكرناه بأن حكومته تظل لها شبهة التطبيع وهو شخصيا ما دام صامت عن التطبيع يعتبر متبع الصامت والساكت عن التطبيع هو شريكة في هذه الجريبة مثل ما وصفها السيد رئيس الجمهورية بأن جريمة خيانة عظمة وجريمة تلخيانة العظمة حسب القانون الجنائي التونسي عقوبتها لأعدام سيد كريشي قبل توسيع هذا النقاش مع ضيفي الكريمين من لندن وهنا في الاستيديو الأستاذ بير لابد من التذكير بأبرز مقاله رني ترابلسي وزير السياحة في تونس نذكر بأنه رجل أعمال تونسي يهودي ولده جزاف ترابلسي رئيس الجمعية اليهودية التونسية التي تشرف على النشاطات المرتبطة بكنيس الغريبة في جزيرة جربة تم تداول خبر ترشيحه للمرة الأولى لتولي حقيبة السياحة في حكومة مهدي جمعة ولكن ترابلسي تسلم هذه الحقيبة في حكومة يوسف الشاهد نتوقف مع أبرز مقاله وزير السياحة تونسي منذ توليه منصبه في السادس من 22 نوفمبر من العام 2018 90% من السياح اليهود التي من إسرائيل أصولهم تونسية ولهم حق العودة والاستحصال على جوازات تونسية تصريحات الرئيس قيس سعيد بمنع دخول اليهود حاملي جوازات السفر الإسرائيلية قد تؤثر في الاحتفالات السنوية في معبد الغريبة في جزيرة جربا السياسة لا دخل لها في الديانة ويجب أن نفتح الأبواب لكل اليهود القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بثت تقريرا عن زيارة السياح الإسرائيليين إلى تونس بترحيب خاص من الوزير الترابلسي التقرير تضمن هتفات لإسرائيل والجيش الإسرائيلي من داخل تونس ومشاهد الاستباحة المنزل الذي اغتيل فيه القيادي الفلسطيني أبو جهاد على أيدي الموساد الترابلسي يتهرب وينفي ما يجري تدوله ويتحدث عن تحريف التقرير وخطأ في الترجمة كما فعل سابقا مع قناة الميادين ووكالة الأنباء الألمانية أستاذ بيار أعود معكم كيف يمكن تفسير ما يقوم بها السيد روني ترابلسي في تونس وكيف تقرؤون تفسيره لما قم به هناك ما يقول بأنه ما قاله عذر أقبح من ذنب عندما يقول بأنه سيعطي حامل الهوية التونسية أو من هو من أصول تونسية أكان يحمل جواز سفر إسرائيلي أو فرنسي أو غيره من الجوازات يحق له أن يكون تونسيا مع جواز سفر تونسي كيف تقرأ أولا يتصرف كاللصوص الوزير ترابلسي يتصرف بالتوصيف الحرفي كاللصوص الموضوع معقد جدا معقد لأن تونس هي اليوم من الدول العربية التي تحتل فعلا موقعا متقدما في الوعي الوطني والقومي وفي مواجهة كل أشكال الاحتلال والوصاية والتطبيع مع العدو الصهيوني هناك درجة وعي عالية قياسا إلى دول عربية كثيرة أخرى في تونس وهناك يهود في تونس وهم مواطنون توانسة لا يفرق بينهم وبين أي تونسي آخر فاللعب على هذا الالتباس هو حالة ليست فقط في تونس سمعنا في لبنان أحد وجوه السياسية الإنعزالية المسيحية يطالب بحق الناس في الحج إلى القدس باسم القناعات الدينية المسيحية وإلى آخره اليوم ذريعة الحج الديني أو زيارات الدينية لمزيد من فتح ثغرة أوسع للعدو الصهيوني كي يتسلل إلى مجتمعاتنا إلى وعينا إلى قرارنا السياسي هو خطر كبير وهذا الوزير يعرف كيف يلعب بالنار يعني لديه من الخبث والمهارة والاختباء خلفه واحد الحق بالجنسية التونسية اثنين الزيارة الدينية الحج الغريبة اللي هو حق كمان محترم ومقبول فيه من الدولة التونسية تاريخيا يلعب على هذه الأمور ليمرر العدو الصهيوني ودائما يقول أنه هناك تحريف لكلامه مع أنه كلام واضح وصريح كان باللغة الفرنسية أو باللغة الليلة هذه محاولات سهلة لخداع الرأي العام الموقف واضح والمجتمع التونسي بكل مكوناته تلقى الرسالة وازدادت مضاداته الحيوية مضاداته الحيوية إذا جاءت التعبير لمواجهة هذا السرطان الذي هو اختراق حقيقي لمجتمعاتنا حين يتحدث أضحكني حين يتحدث عن حق العودة نحن نقاتل الشعب الفلسطيني يقاتل من 48 لا يرجع على أرض المختصبة على أرض المسروقة ولا يعترف الكيان الصهيوني حتى بكل مفاوضات ما أعرف بأسله وما بعد أسله بحق العودة الآن يطالب بحق عودة الإسرائيليين يعني اللي راحوا احتلوا فلسطين يعني يتنكلوا لتونسيتهم وراحوا احتلوا فلسطين الآن فجأة صار عندهم نوع من نوبة الحنين أو نوبة الوطنية وصار بدون يرجعوا ويصيروا توانسة أو على الأقل ياخدوا جواز سفر تونسي طبعا هذا اختراق للمنطق واختراق للقانون نعم أنتقل إلى السيد كاملة حواش وهو معنا من لندن أرحب بك سيد حواش ما مدى تأثير تصريحات رونيت رابلسي وغيره من القادة العرب على الجهود المبذولة ربما لزيادة تأثير حركة المقاطعة على إسرائيل يعني في البداية أصبح موضوع حق العودة الذي تطرق له ضيفك حق العودة لليهود هذا ما يطرحه الآن نتنياهو وحكومته ويقولون إذا أنتم تريدون أن تتكلم عن حق عودة الفلسطينيين إلى إسرائيل على حسب ما يصفونها فماذا عن يهود العراق ماذا عن يهود المغرب ماذا عن اليهود من كل الأماكن التي أتوا منها فهم يريدون أن يكون هناك في أي حل مستقبلي إذا كان هناك حل أن يعتبروا اليهود مع أنه لا يوجد قرار في الأمم المتحدة يتحدث عن أن اليهود الذين تركوا الدول العربية التي نشأوا بها وذهبوا إلى إسرائيل أنهم لاجئون يريدونهم الآن أن يعيدوا هذه الصفة وطبعا إذا كانت كل دولة تقول نعم أنا أعترف مثلا مثل ما قال الوزير روني بأن اليهود الذين تركوا تونس لهم حق بالعودة وقالتها كل الدول هذا يعني يسهل الموضوع على نتنياهو طبعا فهذا هو التناقض الذي يحصل الآن طبعا التأثير على هذا التأثير على القضية الفلسطينية عموما ولكن أيضا التأثير على الحملات التضامن بالخارج هو أن إذا كانت الدول العربية تطبع بهذه السهولة وبدون مردود يعني الآن لو قال هذا الوزير أنا أطالب إعطاء اليهود اللي أصلهم من تونس الجنسية التونسية عندما يعود كل الفلسطينيين إلى أراضيهم هذا كلام آخر لكن هو يعني عرض مجاني وهذا ما أجده يعني صعب القبول بالوقت الحاضر نعم طيب قبل أن نستمر في هذا الحديث نبدأ من التنويه إلى موقف الرئيس التونسي فمنذ انتخابه رئيسا لتونس منتصف شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي وحتى خلال حملته الانتخابية أعاد الرئيس قيس السعي التصويب ووصلت بلاده نحو فلسطين القضية إذا صح التعبير الرجل لم يكن رمديان أبدا حيال القضية وقالها صراحة إنما يتعامل مع الكيان الإسرائيلي هو خائن ويجب محاكمته نتابع التطبيع مع من هي كلمة التطبيع خاطئة مع الكيان الصنيوني لا لا التطبيع خاطئة هي خيانة عظمى من يتعامل مع كيان شرد شعبا كامل لمدة أكثر من قرن لا يتعامل معه خائن ويجب أن يحاكم بتعمة الخيانة العظمى نحن نتعامل مع اليهود كأننا نحفظ اليهود ولكن لن نتعامل بجوازات سفر إسرائيلية لا سعادة أن أبي كريشي أعود إليكم يعني موقف الرئيس التونسي لافت جدا وخصوصا في أيامنا هذه ولكن هذه المواقف المناصرة للقضية الفلسطينية ربما دفعت بالوزير ترابلسي للقول بأن هذا الأمر سيؤثر سلبا على السياحة في تونس هل هذا نوع من تهديد بأن تونس تدفع ثمن هذه المواقف أولا موقف السيد الرئيس الجمهورية هو كان سببا لكي تسنده حركة الشعب في الدورة الثانية الانتخابات الرئيسية ونحن نعتبر بأنه موقف مشرف ووتني وقومي لذلك أنه تعرض إلى عديد الهجومات من بين دوائر التطبيع في تونس وفي أوروبا وفي دول أخرى وهذا الموقف المشرف لابد له من ضريبة السيد الوزير ووزير السياحة هو بصدد إيجاد تبرير لتلك التسريحات الرعناء مرة يقول أنه أخرجت من سياقها سياقها ومرة يعتذر وكل مرة هو يبرر التسريحات غير قابلة للتبرير يتحدث عن دور وكأن هناك خلط فيما بين اليهودية وصيونية نحن نعتز بإخوتنا ذوي الديانة اليهودية الذين تقيمونها معا هنا في تونس ولهم امتدادات مجتمعية عادي جدا وكذلك فيهم من سجل اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الحركة الوطنية التونسية والحركة التقدمية والحركة المدافعة عن قضية الفلسطينية مثل جلبير نقاش وجورش عدة إضافة في علاقة بالسياحة نفترض جدلا بأن هؤلاء سوف تحرمون من الزيارة وهذا غير صحيح لأنها كانت نسبة السياحة مرتفعة قبل 2011 وبالرغم أن هناك إجراءات خاصة لم يمنح لهؤلاء الجنسية التونسية وكما عددهم هؤلاء هم يأتحدي هؤلاء بضع آلاف يأتون في نهاية كل شهر ماي من كل سنة ويتسعون إلى القيام بتقوسهم الدينية وهذا مسموع لهم ونحن لا إشكال لنا في علاقة بالدين نحن لنا إشكال في الامتداد والتمدد الصيوني داخل تونس ومخاطره على الأمن التونسي وعلى الاقتصاد التونسي وعلى التجارة التونسية وعلى السياحة التونسية في حد ذاتها وهذا هو بسدد تقديم عربون وبسدد تقريم فروض الطاعة والولاد لدوائر معينة في تونس وخارج تونس حتى يضمن مقعد في الحكومة المقبلة هو يعرف موقف النواب الآن نواب لهم أغلبية ضد التطبيع يعرف موقف رئيس الجمهورية الذي يعتبر التطبيع خيانة عظمى لكنه يعاول على حركة النهضة بصفتها الحزب الذي كلف رئيس الحكومة بتشكيلها وله سابقة إيجابية في التعاطي لأن حركة النهضة منحت له الثقة في حكومة 2014 حكومة يوسف الشاهد إلى جانب وزير الخارجية الذي أقاله الذي أقاله رئيس الجمهورية مؤخر الوزير الخارجية خميس أجهناوي والذي كان يدير مكتب الاتصال مع العدو الصيوني في تل أبيب سنة 1996 وكان هو الذي فتح الجسر تطبيع رسمي لأول مرة هناك تطبيع رسمي يكون هناك موجود واتصالات رسمية مع دولة العدو هذا إضافة إلى ما لمسه من خصوصية تعاطي الشعب التونسي مع القضية الفلسطينية نحن لن نعتبر قضية الفلسطينية بالفعل عن هذه الخصوصية تحدث السفير الأمريكي السابق في تونس جيك ووليس وقال في الذكرى الثامنة للثورة التونسية قال أن تعيين وزير يهودي في تونس أتى من خلفية احترام هذه الدولة لأقلياتها الدينية وقال أنه في تونس لا يزال هناك دعم قوي جدا للقضية الفلسطينية وربما جزم بأنه لن تشهد تونس أي خطوة نحو التطبيع في القريب العاجل ومن هنا أعود إليك أستاذ بيار اليوم في تونس برغم أن هناك القاعدة الشعبية الكبيرة الداعمة للقضية الفلسطينية هناك رئيس جديد منتخب يعني يضع القضية الفلسطينية في سلم أولويات البلاد في علاقاته الخارجية هناك جدل حول قانون تجريم التطبيع هذا القانون الموجود في لبنان برأيك لو كان هناك مثل هذا القانون في تونس هل كان الوزير نيت ترابلسي ليتجرأ ويدلي بما قاله أو بأن يقوم بما قام به الوزير ترابلسي حسان تروادة مكلف بمهمة محددة هي محاولة اختراق الجدار العملاق الجدار الوطنية التونسية العملاق الذي يصعب اختراقه ولكن هناك غواصات وأحسنة تروادة تدس هنا وهناك مثل ما قلتلك قبل شوي بذريعة ما ذريعة وطنية ذريعة دينية أنا بدي أتوقف عند اللي قاله سعادة النائب أنه يهود تونس لهم دور في معركة التحرر الوطني التونسية يعني حكي عن جورج عدة وغيره بالمغرب نفس الشيء كل المغرب العربي يعني أنه عندك لعبه دور وطني ومشان ما يكون في التباس حلمنا كأصحاب هذا المشروع القومي العربي بمعنى الأرقى والحضاري بمعنى القرن الحادي والعشرين للكلمة أنه يرجعوا اليهود العرب إلى بلادهم لأنه تعرضوا لفخ تاريخي وعملية نصب تاريخية وكتبت كتب وصورت أفلام عن هذا الفخ استدرجوا إلى بلد ليس بلدهم إلى فلسطين لاحتلالها بحجة أنها أرض المعاد ولكن كي يأود اليهود اليمني إلى اليمن واليهود تنسي إلى اليهود اللبنان عليه أن يتنكر لجنسيته الإسرائيلية أن يرفض انتمائه إلى الكيان لا يمكن الجمع نحن في صراع وجودي وصراع مصيري كعرب مع إسرائيل كما كتب الصحافي اللبناني الراحل جزيف سماحة لا يمكن أن يبقى في هذه المنطقة إسرائيل والعرب هناك كيان يجب أن يلغي الآخر بالتالي إسرائيل كيان مؤقت وعابر ومن الطبيعي أن يعود اليهود فخ الوزير الترابلسي هو محاولة الدمج مع إسرائيل إسرائيل بلد غير شرعي بالحروب خسرت أمام المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين خسرت تحاول آخر محاولة إلها كما ذكرت في مقدمتك أن تدخل من خلال كي الوعي من خلال عملية التطبيع يعني ما هي عملية محو جرائمها وإقناع الرأي العام العربي والعالمي بأنها دولة جوار دولة مسالمة يعني محو قرن تقريبا من الجرائم وبالتالي نعم الرئيس التونسي قيس السعيد جزء من وعيه جزء من تراثه قبل أن ينتخب يعني من برنامجه الانتخابي حين دعا أنصاره بعد انتصاره إلى الاحتفال برفع العالم الفلسطيني وبالتالي تونس يعني هي نوع من أحد الاستثناءات القليلة بانتصار الربيع العربي تحول إلى كابوس في العالم العربي تونس نجح وهذه الديمقراطية يعني وراء الرئيس السعيد شعب حقيقي انتخبه وهذا موقفه وهذا خياره وبالتالي تونس ليست خطرة نعم بالعودة إلى قانون تجريم التطبيع نعم بالعودة إلى قانون تجريم التطبيع بالنسبة ل يعني لابد بكل العالم العربي اليوم وهي معارك يعني أنت قلت بمحل ما بقدمتك أو سمعت تطبيع الشعب أنا رأي الشعوب العربية هي كما كانت رغم التفتت رغم الضربات رغم الفقر رغم الفتن الأهلية التي مزقت مجتمعاتنا بعد بحجة ما سمي بالربيع العربي ما زال لديها من التصميم والقوة ما يكفي كي تدافع عن وعيها وخيارها القومي ولكن القوانين ضرورية في هذه اللحظة التي يحاول فيها العدو اختراقنا بمختلف الوسائل لابد في تونس وأكثر من دولة عربية أن تكون المعركة على التصويت على قانون يجرم التطبيع كما قال أحد السادة الذين تداخلوا قبل قليل كجريمة كبرى كجريمة خيانة وطنية هذا ما قاله الرئيس قيس سعيد أيضا نعم والرئيس سعيد إذا كان تطبيع ثقافي أو سياسي أو أكاديمي أو تقني أو سياحي أو ديني باختصار سعدة النائب لماذا لم يتم إبرام هذا القانون في تونس حتى الآن من يعيق إبرام؟ ويقوم بوضوع بلالو الحزب الأول رفض تجريم التطبيع من العدو السيوني واعتبر بأن ذلك ليس من مطالب الفلسطينيين نحن كان ردنا واضحة وقلنا بأن القضية الفلسطين لا تهم فقط الفلسطينيين بل تهم العرب والمسلمين وكافة أحرار العالم ونحن نعتبر القضية فلسطينية ليست مقد قضيتنا وتجريم التطبيع لا يلحق أضرار بالفلسطينيين فقط بل يلحق كذلك أضرار بالأمن التونسي وبالاقتصاد التونسي ولنا في ذلك شواد وسوابق لو لم يكن موجود في ظل غياب قانون التجريم التطبيع عادي جدا أن نجد اختراقات للأمن التونسي ودورها في اغتيال أخيرا اغتيال الشهيد الزواري والذي دخل فرقة الاغتيال دخلت تحت غطاء إعلامي وتحت غطاء سياحي. بالتالي فهذه التوازنات سياسية وأقليمية لم ترغب حركة النهضة في هذا الاتجاه في تجريم التطبيع. مع أنها كانت تملك الكتلة الأكبر داخل البرلمان. الآن نحن عزمونك على عادة طرح. نحن داخل البرلمان سوف نعيد طرح مشروع قانون تجريم التطبيع. ملعدو أسيوني بقوة على طويلة نواب. هل تتوقعون أن يتم إقراروا هذه المرة؟ هذه المرة نحن لنا أمل وثقة كبيرة في نواب الشعب. أن يتنحزون خاصة وأنه بوادر من تركيبة البرلمانية الأخيرة. أن يكون هناك مساندين وإمكانية كبيرة لكي يمر هذا القانون. وخاصة بعد ما لمسناه من تراجع في مواقف حركة النهضة. والتي عادت إلى خطاب الخط الثوري خط 14 جامفي التناء. والذي تحدثت عنه خاصة في تشكيل الحكومة. وقد ترحنا نحن في إطار مشاهورات تشكيل الحكومة مع السيد حكومة المكلف. بأن من أولوياتنا هو الملف الأمني. والذي فيه جانب يتعلق بالتطبيع وتجريم التطبيع من العدوء السيوني. وأنه لا تتكون الحكومة المقبلة بتوزير حوله أي شبهة فساد من بعيد أو من قريب. لأنه ما لمسناه من التصريحات الرعناء والتصريحات الهوجاء لصيد روني أترابلسي. رغبة منه في التواجد في الحكومة المقبلة. فبالتالي نحن خط أحمر بالنسبة إلينا أن يتواجد أي وزير في هذه الحكومة تكون له ارتباطات أو علاقات تطبيعية بصيفة مباشرة أو غير مباشرة. نعم سيد كريشي. بروفسور حواش أعتذر منك مسبقا على الإطالة. سنعود معك. ولكن بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدين الكرام ابقوا معنا. التطبيع من الإحتلال الإسرائيلي خيانة وعمالة. جريمة. لا يمكن أن تختفر وضعف وجبن. خيانة وخيانة عظمة كمان. أمر مرفوض. هذه كريثة. خيانة كبيرة برسة تتبيع. جريمة كبرى. مش خيانة. خيانة وجريمة بحق تاريخنا. جريمة لا تختفر. الكارسي. طبعا خيانة عظمة. تطبيع جريمة وخيانة. خيانة وعظمة. خيانة. خيانة. من عاديك يا إسرائيلي. من جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام. وأرحب أيضا بضيوفي الأعزاء. أنتقل إليك بروفاسور حواش. يتداول في الداخل التونسي. وسعادة النائب يصحح لنا إذا كنا على خطأ. أن إقالة وزيري الدفاع والخارجية في تونس. لها علاقة بزيارة وفد من الشباب التونسي إلى إسرائيل. ومن هذا المنطلق لابد لنا من التحدث عن الشباب العربي. حيث هناك ندوات ولقاءات تعقد في أكثر من عاصمة غربية. لعل أخرها ما حصل في لندن. تحت ما سمي بالمجلس العربي للاندماج الإقليمي. المجتمعون هناك رأوا أن مقاطعة إسرائيل ساعدت إسرائيل وأضرت بالعرب. دعوا إلى التطبيع مع إسرائيل. ولبل دعوا أيضا إلى تعليم جيل جديد من صناع السلام. وطبعا هذا السلام عادة ما يكون مفصل على قياس إسرائيل. أسألك عن هذا الموضوع بروفيسور. نعم. أنا بس أذكر أنه بالنسبة للوزير التونسي أو الوزراء التونسيين يسعون للتطبيع. لي أخذوا درسا من مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا. الذي كانت بلاده ستستضيف الأولمبياد للمعاقين. ولكن رفض أن يأتوا الإسرائيليين. فهدد بأنه ستسحب منه هذه الدورة. فقال فلتسحب. وذهبت الدورة إلى مكان آخر. ما يغيب عن البعض هو أن إسرائيل على الشيك مع غزة أو على الحدود مع غزة تجلب جيلا جديدا من المعاقين الفلسطينيين فقط لأنهم يقفون للاحتجاج. أي أن أصبح عند الفريق الفلسطيني إمكانية لتوسيع عدده بأثر ما تقوم به إسرائيل. فكيف يريد الإخوان في تونس التطبيع؟ هل لا يستفيد الشباب هؤلاء من الذهاب إلى أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا أو دول أخرى في أفريقيا؟ لماذا مع إسرائيل بالتحديد؟ بالنسبة للسعي وراء تغيير الثقافة. الثقافة التي تريدها إسرائيل وتريدها الولايات المتحدة الأمريكية. هي أن إسرائيل دولة طبيعية قائمة. هناك بعض المشاكل الداخلية مع الفلسطينيين. المشاكل الداخلية. أي أن هذا ليس صراعا إقليميا. فما دخل الدول العربية في موضوع الفلسطينيين. إذا كانت الولايات المتحدة عندما نقلت سفارتها إلى القدس. وهو ضد العرف الدولي أغلقت القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية. ووضعت فقط مكتبا للشؤون الفلسطينية داخل السفارة. أي أنها تريد أن تصور. وإسرائيل تريد أن تصور ذلك بأنه فقط هناك تواجد مشكلة داخلية. بالنسبة لمن قاموا بهذه الندوة في لندن. فلنسأل من هو وراؤها؟ وراؤها دانيس روس. من هو دانيس روس؟ دانيس روس كان على أساس مبعوثا للسلام. ولكنه في الواقع من أشد الصهاينة في أمريكا نفسها. وهو أيضا يريد أن يتم هذا التطبيع. من فترة طويلة كانت هناك مؤسسة تسمى One Voice. وهي أيضا تريد أن تجدب. كانت إلى الغرب شباب فلسطينيين وشباب إسرائيليين يهود. حتى يقولوا للغرب أنظروا لنا. نحن متفاهمون مع بعض. ليس ضرورة هناك لمقاطعة إسرائيل أو معاملتها بأنها خارجة عن القانون. أو أنها تقوم بأي جرائم. فهذا ما تصب به جميع هذه المبادرات. ولكنها فشلت حتى معاهدات السلام التي وقعت بين إسرائيل والأردن وإسرائيل ومصر. هي فاعلة بين الحكومات. ولكن ليست فاعلة بين الشعوب. يأتي السياح الإسرائيليون إلى الأردن. وكأنهم متسللون. يذهبون إلى البترة وبعض الأماكن الأخرى. ويعودون بأسرع وقت ممكن. فأعتقد أن موضوع تغيير تفكير الشباب لأن يتقبلوا الإسرائيليين لن ينجح إلا إذا تم تحقيق حقوق الفلسطينيين. كل هذه الجهود سوف تبوء بالفشل. ولكن برأيكم ألا يوجد تقصير من جهة أخرى في مجال توعية الشباب عن التطبيع ومخاطر التطبيع. هناك جيل جديد في أول العشرينيات من عمره. يحتاج ربما لتوعية عن مخاطر التطبيع. نراه يذهب ويشارك في هذه الندوات التي تحمل عنوان السلام. يقول لما لا أشارك في هذه الندوات؟ ألا يوجد ربما تقصير من هذا الجانب؟ هناك تقصير بالرواية التاريخية. أنا حتى أعطيك مثالا. أنا كنت في الأردن وأقود سيارتي وأستمع للراديو. فتم هناك طرح سؤال على المستمعين. وكان السؤال يقول ما هي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام السبعة وستين؟ سؤال بسيط. حوالي ثلاثين شخص أجابوا على هذه السؤال خطأ. يعني ليس هناك حتى معرفة بالتاريخ العربي عموما. وبما حصل وكيف استولت إسرائيل على أنقاض الفلسطينيين. وتم تهجير الفلسطينيين. وحتى عندما تقول أنهم لاجئون. لاجئون كيف يعني؟. فأولا هناك غياب للثقافة والتاريخ الذي يعرف بذلك. هناك نقطة أخرى مهمة. هي أن الجيل الحالي لم يذهب إلى المسجد الأقصى. لم يذهب إلى كنيسة القيامة. وأيضا حتى الزعماء العرب لم يذهبوا. أما إذا عدنا إلى 40 سنة في الماضي كانوا يذهبون. فهناك غياب لهذا الوعي. وطبعا هي ليس فقط كلمة السلام. الأساليب في إيصال المعلومة الخاطئة. أي أن إسرائيل دولة مسالمة من خلال الفيسبوك. من خلال اليوتيوب. يعني عندما يقرأ أو يرى يشاهد الشاب العربي فيديو يتكلم عن إسرائيل. وهو تصميمه بحرفية أداة لتغيير تفكيره بالنسبة لإسرائيل. يعني هذا علم تستعمله إسرائيل ومن يدعموها لتغيير الثقافة العربية. فهناك طبعا دور أولا تعليمي وتتقيفي بالتاريخ. ولكن أيضا بأن يتفهم الشاب العربي والشابة العربية. بأن إسرائيل قامت على جرائم حرب. وما زالت ترتكب جرائم حرب. وهي دولة أبارتايف. فكيف نتعامل مع دولة عنصرية. ونقول أنها دولة عادية. نعم أعود إليك أستاذ بيير. نلاحظ بأن هناك ربما هجمة شرسة لمحوء الذاكرة لدى الشباب العربي. وأيضا هناك تشويه للمصطلحات. تبديل المصطلحات بدل تطبيع. تستخدم الآن في الندوات سلام. سلام إقليمي. تواصل إقليمي. نعيش في بقعة جغرافية واحدة. كيف يمكن مواجهة هذه الهجمة أولا؟ وما يقوم به المثقفون في عالمنا العربي تجاه هذا الموضوع؟ المثقفون بحد ذاتهم. هنا جزء من هذا الشعب. واليوم شعوبنا مهزوزة. شعوبنا مريضة معرضة لأزمة هوية. لأزمة وجود. لصراعات فتنوية مذهبية وغيرها. فمن الطبيعي أن المثقف يكون مثل البائيين. وقد تراجع جدا. إذا تحكي عن السبعينات أو السمانيات. إذا تحكي عن المثقفين المصريين. بعد كام ديفيد ووقوفهم يد واحدة وصوت واحد. لما علي سالم الكاتب المسرحي الراحل. عمل زيارته التطبيعي الشهيرة لأسرائيل. كان يقعد بالمقهى وحده. لم يكن أحد يسلم عليه. كان هناك نوع من الكتلة المتراسة بمواجهة العدو. وكل محاولة الاختراق التي هي التطبيع. اليوم ضعف هذا الشيء. لأسباب كثيرة لها علاقة بأزمات مجتمعاتنا. بين الانهيار الاقتصادي والسياسي. وبفشل مشروع حلم التغيير الذي سميه الربيع العربي. ولكن. أنا رأيي أنه أنا أختلف معك بجزئية صغيرة. لما قالت الشباب. أنا هناك خطر كبير. وعلينا ونشكرك في الميادين على تسليط الضوء عليه. ولكنه يبقى ظواهر محصورة. أنا رأيي أن نخب التي تحاول هذه المؤتمرات التطبيعية أن تشتغل عليها. ما زالت نخب محصورة. والمعركة بنسبة لإسرائيل. إسرائيل مهزومة حضريا. التاريخ ضدها. الجغرافية ضدها. وقد خسرت عسكريا في السنوات الأخيرة. ماذا يبقى؟ تزوير التاريخ. تزوير الزاكرة. محاولة إقناع العرب بإعادة النظر بتاريخهم. بالاختناع برواية خاطئة وكاذبة للتاريخ. وتبييض جرائم إسرائيل. محو جرائم إسرائيل. فماذا علينا أن نفعل؟ هذا دور السياسات الرسمية في الدول. تونس اليوم معنا رئيس وطني. هذا دور الإعلام. هذا دور الثقافة. هناك دور أكاديمي لإعادة كما قال تحدث الزملاء. لإعادة الاعتبار إلى الرواية التاريخية وإلى شرعية. يعني اليوم الشاب صحيح لألتي أنت شاب أو شابة عصرية. أنه تعبنا من الحرب و تعبنا من الشعارات و بدنا نعيش. والسلام كما يستعمله العدو الصهيوني ومعه كل المنظومة الغربية التي تحني هذا المشروع. هو استسلام. هو تعبير مزور للاستسلام. كلنا مع السلام. السلام يبدأ باستعادة الحقوق المسلوبة. بحق عودة الفلسطينيين. باستعادة كل فلسطين لأهلها. وليس جزء صغير منها كما نصت كام ديفيد ووادي عربة ووصل وإلى آخره. وبالتالي المعركة في أولها. هل نحن قادرون جيلنا في المجتمعات العربية على إعادة الاعتبار إلى هذه الرواية. وإلى وضع الوعي الوطني والوعي القومي مع كل مشاغل الحداثة ومشاغل الحرية الفردية عند هذا الجيل الجديد. هذا تحدي أمامنا الآن أن نعيد الاعتبار. وإلا نعم مع الوقت. أعتقد أن هذا التحدي بالنسبة للشعوب هو تحدي سهل. يعني تبعنا منذ قليل هذا الفيديو القصير الذي يظهر عدد من الشباب من اليمن وغيرها من الدول العربية. كانت من بيروت ومن سوريا وغيرها. هذا الوجدان العميق. يجرر التطبيع بطبيعة الحال. أعود إليك سعادة النائب كريشي. هل تسير الشعوب برأيكم بعكس اتجاه سلوك القادة العرب اليوم؟ أعتقد أن هناك خلل ما لدى عموم الشعب. لأنه جزء من الشعب الآن مهدد بيئافة أكثر من التطبيع. وهو التطبيع مع التطبيع. أصبح الآن التطبيع يمر مر الكرام. بالعكس نحن صدمنا من بعض الأصدقاء. الذين كنا مع بعض في خندق واحد ضد صيونية. وضد تطبيع من العدو الصيوني قبل 14 جنف يناير 2011. الآن هم يدافعون عن تواجد وزاراء مطبعين في الحكومة. ويجلسون معهم في مجلس الوزاراء. ويصافحونهم ويقفون ضد تمرير مشروع تجريم التطبيع من العدو الصيوني. هذا خطر لأننا الآن لم نعد نقف فقط. لم نعد نقشى من التطبيع الشعبي. بل نقشى حتى من التطبيع الرسمي. لكي نقول بأن المطبعين وصلوا إلى سدة الحكم. وهذا العمر طامة الكبرى. مما تجعلنا ندق نقوس الخطر. وأصبح يمر عملية التطبيع تمر مرار الكرام. في حين أننا في تونس عنا في خضم الثورة بعد أشهر أو بعد أيام من أربعة أجرام. في رفع الشعب التونسي شعار الشعب يريد تجريم التطبيع. الشعب يريد تحرير فلسطين. إلا أن كلها ذهبت سودان. هل هذا ينذر باستضام معين ربما بين الشعوب وحكامها؟ لا اختلطت لأنه جزء من الشعب أصبح يتماها. لأنه أصبحنا نرى تبريرات وأطروحات تدافع عن التطبيع. لدى بعض بين الظفرين. هي نسبة ضئيلة جدا بطبيعة الحال. حتى شعب نسبة ضئيلة جدا نعم. نسبة ضئيلة كما قلت. لكنها تتقاطع مع مصالح النخبة. وعندنا تجيب تفعيل سياسة مقاومة التطبيع. سياسة المقاطع. ونأخذ بعض العبرة والتجارب السابقة. في علاقة بالتطبيع في مصر الشقيقة. لما أصبح للتطبيع مضار. وكلنا نذكر قضية عزام عزام. ودخول المبيدات السرطانية من الكيان السيوني. والفساد الأخلاقي من مميسات يحملنا فيروس السيدة من الكيان السيوني. كل هذا تجعلنا نقول بأن التطبيع ونعيد وقريرة. لهم مخاطر حتى على الأمن الوطني التونسي. لهم مخاطر على الاقتصاد التونسي. على السياحة التونسية. ونحن عايشنا ولنا في ذلك سوابق. وتونس هي الدولة المغربية الوحيدة. التي تضررت مباشرة من الإجرام السيوني. بعملية إفتيال وعملية تعوان وقصف مباشرة. نعم اسمح لي أن أتوقف مع كلمة ألقاها مايكل أفنس. وهو أحد سقور ترامب ومستشاريه ومن المقربين جدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو. والمدافعين عنه والمروجين لسياسته المتطرفة. أفنس يقول أنه التقى أكثر من قائد عربي. وسمع منهم ما أثر اندهاشه بالنسبة لنظرتهم للكيان الإسرائيلي. الآن اسمحوا لي أن أتحدث إليكم للحظة عن زعماء دول الخليج الذين سبق لي أن اجتمعت بمعظمهم. فقد اجتمعت بمحمد بن زايد في الإمارات وبولي العهد محمد بن سلمان في السعودية. ويسعني إخباركم بشيء مذهل يؤيد هؤلاء الزعماء إسرائيل أكثر مما يؤيدها اليهود. خلال اجتماعي بولي العهد السعودي سألته عن رأيه في اليهود وفي المسيحيين فأجاب قائلا أنا أحبهم على حد سواء. أستطيع أن أقول لكم الآتي خلال الساعتين ونصف ساعة ما سمعته من ولي العهد فيما يتعلق بإسرائيل كان مذهلا لدرجة أنه يقتضي إطلاع البيت الأبيض ورئيس مجلس الوزراء. وإذا عرفتم ما الذي يفكر فيه هذا الرجل فستذهلون تماما وعند سؤال إياه عما يمكن للشعب الفلسطيني فعله أجاب قائلا الأمر بسيط فما عليهم إلا أن يحذو حذو إسرائيل. بداية أسمع منكم سيد بيير تعليقا على ما جاء في كلمة أفنز ونذكر بأن أفنز كان قد التقى أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعقب هذا اللقاء كتب مقالة دعا فيها إلى أعطاء جائزة نوبل للسلام للرئيس المصري. بداية تعليق على ما جاء في كلامه. أعطاله كمان نوبل للأدب لأنه خطيب بليغ جدا رئيس السيسي. شوفي أنا حبيت البادي لانجوج لغة الجسد عند إفنز. هو مندفع جدا. مثل هون نصابين المبشرين الإنجليين اللي بيطلعوا على التلفزيون بأمريكا. التلي إفانجيليست. يعني الكذب مبين بوضعية جسمه كيف عم يحكي. إذا بدك مين الحكام العرب اللي لتاهم لتاهم أم بي أس و أم بي زاد. ما هو دي هني رأس حربة الخيانة بالعالم العربي. ما قلهم حالها حتى بشعوبهم. ما بنعرف الشعب السعودي شو بيفكر عن جد. ولا الشعب الإماراتي شو بيفكر عن جد. أنا اللي بدي أقوله أنه فاهم الاستعمار. حامي الأفعوان الإسرائيلي. فاهم أن النخب السياسية الجديدة تفتقر إلى الشرعية في بلادها. وتبحث عنها. شو عمل محمد بن سلمان؟ قال لهم خذوا المليارات. خذوا فلسطين. خذوا الأدس. وعطوني شرعيتي. لأنه ليس شرعيا حتى في العائلة الحاكمة. بغض النظر أن الشعب السعودي. مش كله مع العائلة الحاكمة مع أل سعود. بس حتى في قلب العائلة الحاكمة. سجنهم وقتل منهم وإلى آخره. ليس لديه شرعية حتى في عائلته. هو يستمد الشرعية. هذه الأنظمة تستمد شرعية وجودها. خلافا للرئيس التونسي المنتخب. والديمقراطية التونسية المجيدة. يمتلكون شرعيتهم بوصاية الغرب وحماية الغرب. ماذا يطلب الغرب بالمقابل؟ فلوس بالنسبة للدول الغنية. وتنازل عن الحقوق. أن هذه الأرض والتاريخ والزاكرة لكم. لا بدنا شيء. أعطونا فقط عرشنا أو رئاسة الجمهورية. وبالتالي معركتنا كعرب اليوم. هي من أجل الديمقراطية والتغيير والعدالة. هي نفسها معركتنا في مواجهة أمريكا والاستعمار وأسرائيل. لأن الحق يزور باسم حكامنا. حكامنا يبيعون حقوقنا باسمنا. وهم لا يمثلون شعوبهم. وبالتالي هذه خيانة. هؤلاء ناس مصيرهم لا يمكن إلا أن يكون مثل مصير أنور السادات وبشير جميل وغيرهم. كلهم يحاولون بلحظة من اللحظات يبيعوا حقوق شعبهم. ويبيعوا الكرام. ويبيعوا فلسطين للعدو. بروفسور حواش أعود إليك. اليوم يمكن القول أن ما كان يحاك تحت الطاولة من لقاءات وتطبيع. وحتى تعاون ما بين عدد من الدول العربية وإسرائيل. خرج اليوم إلى العلن. هناك نوع من هرولة واضحة لجدالة فيها من بعض الدول العربية نحو إسرائيل. لماذا الإعلان عن هذه الهرولة اليوم؟. أولا ما كان حدا فاصلا كان هو وصول ترامب إلى السلطة. بالنسبة لموضوع التطبيع والتقافة الجديدة الذين يطرحونها. يعني ذهب ترامب إلى السعودية. وعقد ذلك المؤتمر الذي أتى كل رؤساء الدول الإسلامية والعربية. وتعاون معه سوف نتعامل ضد الإرهاب وغيره. وبعد ذلك عين فريقا على رأسه صهره كوشنر. وهو يهودي صهيوني. هو ليس يهوديا فقط. وهذا كان لديه إمكانيات جيدة للتعامل مع الجيل الشاب من القيادات. يعني أصبحت له صداقة مع محمد بن سلمان ومحمد بن زايد. وأيضا في دول أخرى. وما كانوا يطالبوا به هو هذا التطبيع. فمثلا تخيلي أن العام الماضي في شهر أكتوبر لوحده. ذهب نتنياهو إلى عمان. وقابل السلطان قابوس. والذي لا نراه عادة. السلطان قابوس وضعه الصحي ليس جيدا. وبنفس الشهر ذهبت وزيرة الثقافة. التي تحاول طمس الثقافة الفلسطينية في إسرائيل. ذهبت إلى المسجد الكبير في أبوظبي. بالذات إلى المسجد الكبير في أبوظبي. وبكت. وهي التي سمعت أيضا العصف السلام الإسرائيلي. في إحدى اللقاءات الرياضية. ليس فقط وجود الرياضيين. بل كان أيضا الاحتفال بفوزهم. وأيضا كان بنفس الوقت في دول خليجية أخرى نفس الكلام يحصل. كانت تثار ضجة عندما يذهب لاعب تنس واحد إسرائيلي إلى دولة خليجية. الآن أصبحت الفرق تذهب. وطبعا إذا وصلت إسرائيل إلى كأس العالم. سيكون هناك ليس فقط وصول الفريق الإسرائيلي إلى الدوحة. سيكون هناك الآلاف من المشجعين الإسرائيلي الذين سيذهبون. والعالم الإسرائيلي سوف يرفرف هناك أيضا. فلماذا الآن وراءها الضغط من الأمريكيين وعلى رأسهم كوشنر إلى هذا التطبيع؟ يعني هم من طالوا بذلك. نتذكر أيضا أنه عندما أقيمت الورشة لتسويق الجزء الاقتصادي من صفقة القرن. أين؟ كانت في المنامة في البحرين. وطبعا قطاع الفلسطينيين وغيرهم. ولكن أصروا على إقامتها. لأن هذا كل جزء من أن يتعود المشاهد العربي. يعني نذكر جميعا عندما لأول مرة استضافت قرات الجزيرة محللا أو صحفيا من إسرائيل لأول مرة. لا نريد الحديث عن محطات أخرى. ولكن هنا اسمحني بأن أشير إلى ما قام به وزير الإعلام الأردني. الأسبق سميح لمعايتة يوم أمس عندما رفض أن يكون بمقابلة. ومعه أيضا كان هناك محلل إسرائيلي. وقال لا أسجل على نفسي أني تحورت مع إسرائيلي. وربما كان لافتا ما قاله أنه عندما كنت وزيرا ربما كان يترتب علي القيام بأمور معينة وألتزم بما تمليها علي دولتي. أما الآن فأنا حر ولن أقيم هذه المقابلة. اسمح لي سيدي الكريم بأن نستعرض وإياكم مشاهدين الكرام الخسائر التي تتكبدها إسرائيل. من جراء عدم التطبيع معها ومقاطعتها. يجبنا عن هذا السؤال السيد محمود نواجعة منصق اللجنة الوطنية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي بي دي أس. مؤشر رند الاقتصادي قال أن حركات المقاطعة ستخسر الناتج الإجمال القومي لإسرائيل بما قيمته 2%. وبالتالي هنا نتحدث عن عشرات مليارات الدولارات. كان التقارير أيضا تحدث عن خسارة بما قيمته 57 مليار دولار. خلال سنتين فقط لشركات تصنيع العسكري الإسرائيلي. البنك الدولي أيضا تحدث عن انخفاض في الصادرات الإسرائيلية للسوق الفلسطيني بما قيمته 24% ولم ترتفع. الاستثمار الأجنب المباشر انخفض لدى الاحتلال بما قيمته 47%. بالإضافة إلى شركات دولية خسرت مبالغ ضخمة جدا كانت من ضمنها شركة فيوليا. التي خسرت تعاقدات بما قيمته أكثر من 24 مليار دولار حول العالم سبب حركة المقاطعة وشركات أخرى كثيرة. أطلب منك تعليقا على أهمية مقاطعة إسرائيل والبضائع المقاطعة الاقتصادية والثقافية السياسية وحتى هو الأخطر الأمنية. بدأس عمل صداع للعدو الإسرائيلي بفرنسا. أعطيك مثل فرنسا اللوبي السهيوني يقاتل من خلال التبقى السياسية لإدراج قانون لفرد قانون يجرم الدعوة إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية. هل أدي مؤلم لألهم؟ طبعا الثقافة نقاشها واحد. يعني معنى ثواني قليلة باختصار لو سمحت. الثقافة والرياضة والأكاديمية والأمن. ولكن الثقافة أنا أريد أن أتوقف عندها في هذه الثواني. تدخل إلى وجدان الجماعة. وبالتالي على المثقفين والمبدعين والمفكرين في العالم العربي. أن يكونوا طليعة مقاومة العدول الإسرائيلي ومقاومة التطبيع. من خلال مخاطبة الوعي الجماعي لشعوبهم ولمجتمعاتهم. شكرا لك الأستاذ بيار أبي صعب. نائب رئيس صحيفة الأخبار اللبنانية. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول أيضا للنائب في البرلمان التونسي. السيد خالد الكريشي. والشكر لضيفنا من لندن السيد كامل حواش. وهو باحث في الشؤون السياسية. ونائب رئيس حملة التضامن مع الفلسطينيين بي أس سي. مشاهدين الكرام ختام ندوتنا لهذا الأسبوع من القاهرة. حيث انسحب مطلع هذا الأسبوع طلاب الجامعة الأمريكية. من ندوت تضم ديبلوماسيين أمريكيين سابقين. الطلاب رددوا هتفات رافضة للاحتلال الإسرائيلي. ورفعوا لفتات تدعم القضية الفلسطينية. لقاؤنا يتجدد الأسبوع المقبل. دمتم بألف خير. أمريكيين أمريكيين أحنا دد السوء يونيك. امشي. امشي. كامل ديبلوماسيين. أمريكيين أمريكيين أحنا دد السوء يونيك. أمريكيين 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 أمريكيين.